نهاردة نتكلم عن كاتب مميز جدا اسمه دان براون دان براون اظن ان في ناس كتير جدا عارفة الاسم ده وهو اسم يعني زي ما قلته اسم على العالم يعني الناس عارفة جدا وكل يعني تقريبا جيله القراءة والناس اللي بيقرأوا لازم يكونوا قرؤوا له كتاب دان براون هو احد الكتاب اللي انا بتكلم عن نفس انا بصفة شخصية لو انا معيش في الروس يعني قدامي اكل وشرب واشتري كتاب لدان براون انا بتكلم صراحة مش بجاسي في الكلام يعني لا انا هشتري كتاب دان براون لان كتاب دان براون ممكن ينسيك الاكل وشرب فعلا يعني كتبه رهيبة جدا هو عنده 58 سنة هو موليدة 226 1964 ليه كذا مش هقول كتاب هو ليه كذا تحفة فنية بصراحة يعني ما نقدرش ان احنا نقول ان هو كتاب احنا نقول ان هو كذا تحفة فنية دان براون ليه كتاب زي الجحيم ملايكة وشاياتين عنده الحسن الرقمي الرمز المفقود شافري الدفنشي عماله تحفة فنية ما تتسمىش كتب هو مش بنزل اصدار كل سنة يعني مش بنزل لك كتاب كل سنة لكن لما بنزل لك كتاب هو كتاب وميزة القطب بتاعت دان براون اختلافها هي رواية وهي معلومات وهي ثقافة وهي حكاية وهي تكنيك في القصة وهي فكر وهي فهم كل حاجة وهي ثقافة وكل شيء لما بتقرى كتاب لدان براون انت بتتجمع فيه لو انت فاصل من القراءات عموما وعايز حاجة يبقى فيها ميكس انت بتتكلم عن كتب دان براون ليه كتب دان براون لازم تشغل فيها مخك ولازم تفهم المعلومات اللي فيها ولازم تاخد يعني مفيش حد قرى لكتاب دان براون غير لما اخد المعلومات اللي جوه دي عشان يتحقق منها وراح على جوجل او غيره من السيرش ويبسايتس ويبتدي ان هو يشوف المعلومات اللي هي علاقة بدان براون دان براون كشخص عقلية اه زي ستيفن كينج اه كاتب ومؤلف محترم جدا مفيش خروج في الالفاظ مفيش خروج في اه عن السياق اه كتاب اه مش مبتزل كتاب اه يعني ما نقدرش نقول غير انه هو كتاب محترم كتاب اه كل الكتب بتاعته بتقراها بتقول اللي انا عايزة اقرى تاني اللي الكتب ده بيتعب قوي يعني انت بتحس بالمجهود في الكتاب اللي بيعمله بتحس فعلا بمجهود ليه في الكتاب مختلف الكتاب في حاجة مختلفة الكتاب اه فيه معلومات اه عامة معلومات علمية معلومات لها علاقة بحاجات معينة شخصيات مؤسسات اه دول منظمات كل حاجة فبالتالي انت بعد كده بتبقى عايز تعرف معلومات عن الكلام ده بيشوقك انك هو لما ينزل كتاب تاني عايز تشوف تحفة فنية جديدة تفصلك وتعرف ان انت اه كانسان من حقك انك تقرأ كتاب زي ده انت نفسك هم حقك ان انا اقرأ كتاب زي ده اقرأ كتاب اعرف فيه حاجات كتير عن الدنيا بتحس انك عايز تشوف الحاجات دي زي ما هو شفها هو شف عن طريق الكتب عن طريق الابحاث لكن هو بيقدمها لك على طبق من فضة او على طبق من دهب في كتاب وفي نفس الوقت رواية قصة اه اتمنى انك تقرأ جميع كتب كله كتب دام براوند انه انا اكتر كتاب بحبه اللي هو الجحيم بالنسبة لشخص كتاب المفضلي هو الجحيم اه لدام براون اه الكتب بتاعته فعلا فعلا تستاهل انك تقراها وفعلا تستاهل ان احنا في ثقافاتنا العربية ان احنا نشوف كتاب زي دوت زي ستيفن كينج دام براون اه انك تقرأ الكتاب ده بالذات اللي هو اللي فينا كتاب مش قراء بس بالذات الكتاب بيحتاجين ان يشوفوا الناس دي بتكتب ازاي عشان نقدر ان احنا نوصل في مجتمعاتنا العربية ان احنا نوصل ان احنا يبقى عندنا اه كتاب بهذه المهارة او بهذه القدرة من اه ان هو يعمل مؤلفات زي كده شكرا نشوفك الاخير